تفاقم الخلافات بين روسيا وإيران من جهة وبين روسيا والنظام السوري من جهة أخرى بات عنوان للمرحلة الحالية ما إذا تم النظر بعين الواقعية والموضوعية إلى سير المفاوضات في أستانا وربطها بتصريحات سبقتها شابها الغموض وتطور وفي هذا الشأن ذكر المركز الروسي المعني بمصالحة الأطراف المتنازعة في سوريا قيادة شيش النظام بحزم بضرورة الالتزام الكامل بوقف اطلاق النار ونقلت وكالة نوفوستي عن مسؤول كبير في المركز الذي يتخذ من قاعدة حميميم الجوية في الاذقية مقرا لها قوله إن طرفي النزاع يلتزمان بالهدنة التي دخلت حيزة تنفيذ في الثلاثين من ديسمبر كانون الأول الماضية بشكل عام لكن قيادة المركز قلقة من خرقات تحصل من وقت لآخر ومصدرها قوات النظام وأضاف المسؤول أن مراقبي المركز الروسي يرصدون يوميا ما معدله ست خرقات وتابع المسؤول أنه قبل أيام ذكر الجانب الروسي القيادة العسكرية السورية بحزم بضرورة التزام قادة معنيين في الجيش السوري بالاتفاقات التي تم توصل إليها وبضرورة عدم السماح بخرق تلك الاتفاقات وأكد المسؤول أن مركز حميميم سيواصل اتخاذ مواقف موضوعية من أجل استعادة الاستقرار في كامل أراضي سوريا في أقرب وقت تمشق بدورها لم يصدر عنها أي رد حول تصريح المصدر في مركز حميميم والذي نقلته وكالة نوفوستي وسبق لمركز حميميم الروسي الذي يتولى مع الجانب التركي الرقابة على نظام وقف إطلاق النار وفق اتفاق الهدنة في سوريا أن أكد ترجع الخرقات بقدر كبير لكنه لم يشر إلى الأطراف التي تتحمل المسؤولية عن الخرقات المستمرة